ها بركات عمل معك ايه لما لعبت عليه في ماتش الاهلي وتريف نبالي سويف فهو اصد يعني هو هو من اول الماتش احنا بنتسخن عمال جاي يهزر منه طب انا هو عارف لنا بلعب باكلفت ايه هو جاي التسخين قلتول انا بلعب باكلفت عليك عشان اعب عليك انا كانت منطلع في لعبنا عليك فقط طول الماتش هو لا ابل اهو جاي بيهزر لا جاي يهزر بقى لحالة ليه اول مجالي قال لي ايه قال لي انا في تسخن قال لي انا رأيييه تطلع عشان ايه فاية النهاردة هو صحب بيخاف مني هو وجهي اخف مني في الدرم وقلتول له او انا فاية جدا الحمدЛله بتمرن كويس وفاية جدا oki كان عامل فاكرة كده اسمها إيه؟ لقطة الموراة. يعني شوف إيه مثلاً كريم ماشي بالكورة متزحلق. دي لقطة الموراة النهاردة. فالماتشي شغال مثلاً ملعب في تونس و... مش شايفين حاجة. عليه جيلي من قدام يقول لي إيه؟ شفت متعب أما وادحك الضحكة بتاعته دي. فأنا طبعاً إيه غزباً عني إيه؟ هادحك وبره طبعاً جزيب أصص لنا. في توطر في الماتشو. وأنا ما بنزل الملحب ما بحبش أهزر. أهو إما بيقول لك حاجة إنت بتفتكر الموقف فبتلازم تقعد تتحك غزباً عنك. لكن هو الأول شخصية... أنا حكي ليه موقف قبل كده ليه؟ لما كان عسام الحضر يمشي من الأهلي الحسيون. بقى كده رجع شوية تدريبة. هو بعد كده راح قال لأسام الحضر يمش عايزين يسلموا عليك تقريباً راح عايزين يسلموا عليك تقريباً راح عايزينك. عندك عندك ألم؟ لا هو بص هو بركات يعني ما تطمنوش ثانية. بيسخن البواجير على بعض. يعني مسلا ممكن انت بتكلم عاو في موضوع قادي يروح راح لحد يقول له أنا مش عايف ده بيتكلم عليك كده ليه؟ راح مسكينفه أهو. هو بص هو شخصية كان جزيح أطول يقول لك إيه؟ الأحمد السيد وبركات هم المهرجين بتوع الفرقة. يقول لما بيجوا كده لازم الصبح فكرة ونعود نهزر إلى أصر في فكرة الكوميديا. لازم أنهو مع بعض.